السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة من الامور ايضا ايها الاحباب الكرام التي نذكر بها احبابنا في صيام رمضان ولا اطل عليكم وهذه النقطتين اساسيتين وهو اننا نحرث على تعجيل الفطر فاذا تحققنا من غروب الشمس هذا من المستحبات نسمعه تحقق الشمس لابد ان نعجل الفطر كي بعض الناس يسمع المدن والدم وباقي هو كيت تراه وباقي في التلفزيون وباقي في الاشغال دياله او بعض النساء ماذا في الكوزيناء عندها اشغال وكتوجد في الشهيوات وراه الدين المغرب وكتقربوا ساعة ساعة الفطر هذا ليس من المستحب فالمستحب ان الانسان اذا تحقق غروب الشمس ان يعجل بالفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر والفطور كيف يش كنفطروا اما اننا كنصدق تمر واللول وانما كنصدق الماء التمر والماء روصوبي الاطباء وخبرات تغدي الصحياء لان الجسم كن ناشط وخص السكر وتمر سكر طبيعي مع الماء بسرعة ينتشر في الشرايين وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انس ابن مالك كان يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم تكن رطبات فتمرات فان لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء هذه السنة النبوية الشريفة ملك سبع المؤذن يقول الله اكبر يقول الله اكبر حي على الصلاة حي على الصلاة اي كلمة كان المؤذن يتبعوا معه باش ناخدوا الاجر للأدن ناخدوا الاجر والتواب للأدن تنتغى تبعتي يوما يوم القيامة مؤذنا انت ربما طبيب او مهنديس او استاد او طي غد تبعتي يوم القيامة مؤذن هتقول لي انا عمرني ما ودن لك تودن كل نهار من اللي كتسمع المؤذن وكتبها معاه تكتب عند الله يوم القيامة مؤذنا وطبع المؤذنين انا عندهم واحد المقام رفيع يوم القيامة اطولوا الناس اعناقا مش المقصود عن قطاويل هذا غمجل المقصود ان الله تلا يعطيه غد يكبر به مولانا حتى هو كيكبر بالله كفع اسم الله وكذكر الغاتلين الله اكبر الله اكبر من اعلى المآدم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله هذا معنى جالك غد يكون اكتر الناس اعناقا اطول الناس اعناقا يوم القيامة ما تخيش بان عنقوغ يكون طويل وانما المقصود غد يكون مقام رفيع من الكبراء من الاسياد من الاخيار من المصطفين الاخيار فعلينا ان لا نضيع الاجر للمؤذن فانت فدارك انت سيدتي فدارك وكتبعي المؤذن عندك الاجر الكامل يوم القيمة كأنك مؤذنة ومليسة للأدام كنقول الدعاء الماتور اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعت الله من المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد فالإنسان يحرص على أنه يقول هذا الذكر في أجر وتواب عظيم وخصوصا قبل ما يأكل أو يفتر يدعي الله يدعي الله سألهم الدعاء مستجاب هذا هو وقت الغفلة حتى الأغلبية الناس غير يسمعوا الله أكثر كيف يبدأ يأكل كيف يبدأ يشرب أنت تسنى تسنى واحد اللقطات مهمة للغاية تبع الصيغة دي الأدام قول الدعاء دي المقام المحمود لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ارفعي ذلك الاسماء وقول الدعاء رلق الكامل مستجابة بغيتي الصحة بغيتي العافية بغيتي الرزق الوفير طلح الولدات بغيتي الرحمة للولدين بغيتي الأمن والأمان والسلم والسلام بغيتي القابول في الأرض والسماء بغيتي يرفع الله عندك العقوسات ثم 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 الدعاء مستجاب فكانت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا ثم يفتر على رطبات الرطب هو ذلك التمر الجميل يقوم بحد دي العجواء أو غيره فإن لم يجد تمارات أي تمار أي تمار مفيد فإن لم يجد حسا حسوات مما إي يخد غرفة دي الماء وحد الكاس دي الماء أو كأسين صغيرين أو كأسين الحسان ثم يقول ملك يفتر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفتر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفتر ثم يقوم للصلاة عادة الساعة ياخد كميرات تشرب جرعة دي الماء ويقوم للصلاة الصلاة تاخذنا واحد عشر دقيق احتى الربع ساعة من قبل كنت كمشون المساجد ذهبا وإياما تاخذنا واحد من الساعة ده بدأنا في بيوتنا احتى أخذنا عشر دقيق مع الأذكار والاستغفار فغتكون لك ساعة ده التمر اللي كلته والماء اللي شربته بدأت يوزع على المعدة وعلى الدماغ وعلى بقية الأعضاء دي الجسد ومن اللي قد تريد تاكل قد تلقى المعدة مهيئة بس تقبل الطعام المبارك اللي قد تاكله كونه هميئا مريئا ومن اللي تاكله وتفتر حاول أنك ما تشبعش بزاف منهج النبي الكريم أنه لا يشبع إن القوم اللي نأكلوا حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع علش تبعانا طلط العشاء والتراويح نبقى شيئا ما حركي نبقى دائما بصحة وعافية احترق الطباء والخبراء ذي التغذية يقول لي كودي ما تخليش المائك دات ملأ هبزة الناس قال لي عندهم السمنة الخطأ اللي كان نقع فيه جميعا هو أن الخير موجود وكتفقد تأكل وهذا خطأ كبير جدا علينا أن نصح هأخطأنا ويكون رمضان هو الانطلاق وإن شاء الله لما يمضي رمضان مغفرة وتوافن وصحة وعافية وأجر عظيم ما تشبعوش في الطعام من الانطلاق قل الدعاء الماتور ذهب الضمأ ومثلت العروف وتابت الأجر إن شاء الله تعالى ثم بعد ذلك غير جل الصحور إن شاء الله أربي غدي بارك لنا ختاما أيها الأحباب الكرام وهو تأخير الصحور تأخير الصحور وهو أن الإنسان لا بد أنه يقدر يضيع لوجبة للعشاء ولكن لا يضيع وجبة الصحور أبدا وجبة الصحور مهمة للغاية العشاء الآن ممكن أن كل كان خصوصا إذا كان غير قدروات أو كواكه طازجة لكن في الصحور لا بد أن ناخد صحور قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في الصحور بركة آخر شيء تسحروا فإن في الصحور بركة ولو غير بالقليل وأحسن شيء هو الزبادي واللبن كي يمنع العطش والجوع بالنهار كي يخلي الجو الطاهر بإذن الله فهذه أيها الأحباب والكرام بعضا من أحكام الفقهية المرتبطة بالصيام رمضان على أمل أننا نغم ذكره إن شاء الله تعالى أحكاما فقهية أخرى مرتبطة بالصيام قصوصا ما يتعلقوا بأهل الأعذار الناس اللي عندهم العذر وكيف تروا في رمضان والناس اللي يفتر الشنية الكفرة اللي يختقوا بها وش عن القضاء ولا الفيديا ولا الكفرة وش كونهم مهم هالناس وما المقدار ديالها هاتشي كلوا إن شاء الله نعرفوه إن شاء الله في حلقة أخرى لن أطيل عليكم بويت الآن أيها الأحباب والكرام نفتح الخطوط الهاتفية ونسمع التواصل ديالكم ونسمع بإذن الله تعالى الأسئلة ديالكم ونشاركوا وإياكم هذه المناسبة الطيبة المباركة بالدعاء إلى الله تعالى والابتهال والتضرع ونتوسل إليه بصيامنا وقيامنا وتلاوة القرآن باش يحفظنا ويحفظكم ويسترنا ويستركم ويحفظ هذا البلد الآميم ويحفظ جميع بلاد المسلمين وينقذ البشرية جمعا نحن كنا إخوة من أب وأم أبنا آدم وأمنا حواء ونتألم لما نرى من معاناة إخواننا حتى ولو كانوا مخالفين لنا في الدين وفي العقيدة وفي الوطنية حتى ولو كانوا معنا في حرب أو عند مواقف ضدنا ومع كل هذا تسقط جميع الاعتبارات ولا تبقى إلى الأخوة في الله نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يديم بين الناس كلهم محبة ومودة وألفة ويزرع بيننا التعاون والتكافل والتضامن وأن ينزع من قلوبنا الحقد والكرهية وأن يجعلنا جميعا نعيش في رحاب إيمانه ويرفع عن هذا البلاء عاجلا غير آجل السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة